السلام عليكم ازايكو حبايب اعمل ايه? النهاردة هنعمل مع بعض الشيبسي البيتي. اكيد كلنا بنحبه. اول حاجة هنعملها هنجيب البطاطس ونقشرها وهنقطعها شيبسي. انا استخدمت المبشرة. انا عندي الجزء ده. من المبشرة بيطلع البطاطس شيبس. انت ممكن تستخدمي السكينة او لو عندك المبشرة فيها الجزء ده. او ممكن المقشرة اليدوية بتاعة البطاطس. او ممكن الكب الكيتشن بيجي معهم جزء كده خاص بيقطع البطاطس شيبس. بعد كده انا هاخد البطاطس دي اشطفها شطفة سريعة بالمية. وهجيب طبق. في مية ساقعة بتلك. وعلى فكرة ممكن تجيبي مية من الحلفية. مش هتفرق. بس انا بفضل المية الساقعة. بتدي ارمشة زيادة كمان البطاطس. حلوة. فجبت مية ساقعة بتلك. هفرغ فيها باكو بيكنج بودر. وهدوي بالبيكنج بودر في المية هقلبه الاول. انت هتلاحظ انه هو كالكع. بتلاقيش خالص. بيدوب بسرعة. بس هو كالكع لان المية ساقعة. بعد كده لما قلبته داب. بنزل في البطاطس. انا جبت كمان بطاطس. وعملتها صوابع. وعملتها بنفس الطريقة بالزبط ونقعتها في مية ساقعة. بيجي ببيكنج بودر. مدتني النتيجة حلوة قوي عجبتني. فاهم حاجة. وانت بتحط البطاطس في المية. لازم تتأكدي ان المية اعلى من البطاطس او المية مغطية البطاطس كلها. ما يكونش فيه بطاطس فوق المية. لانها بتسود بتبقى مش حلوة. فلازم البطاطس بيكون متغطية خالص تماما بالمية. بعد كده باخد الولي للطبق ده. وبحطه في التلاجة. انا حضطه في التلاجة. من ساعة على ساعة ونصف. وبرده حتى لو ما دخلش التلاجة مش هيكره له حاجة يبقى حلوة جدا. لو سبتي برة. اه بعد ما دخل التلاجة طلعته اه رحت قاليته في الزيت. المهم يكون زيت سخن. ويكون يعني برضه كتير شوية. فهنا انا بقلت بطاطس في الزيت. انا نزلت واحدة واحدة. وعلى فكرة عادي مش هتفرق لو نزلت كمية مع بعضيها. مش هتلزق في بعضيها. مجرد اللي انت حركتيها. خلاص. هتلاقيها فكت من بعض. وكلها بتاخد نفس اللون. انت هطلعت دلوقتي اللي انا نزلت كمية مع بعضيها. دي مجرد اللي انا بحركها بالمعلاقة خلاص. وحتى لو انت حطيت كمية كبيرة شوية مش هتفرق. كله هيتلون. كله هيتلون. كله هيتلع نفس اللون. كله هيكون مقرمش. اهم حاجة لما تحط البطاطس في الزيت. ما تحاوليش تقلبيها. انت مجرد ان انت فكيها من بعضيها وبتسيبيها. لما تحس ان هي بدأت تنشف وبدأ اللونها يتغير. ممكن ساعة تتقلبيها. لانك لو قلتيها قبل كده بتتقصر منك. فانت بتوصليها اللون اللي انت عايزها. اللون الدهب الفاتح. مش بتستبيها تغمقه او كده. انت بتوصليها لللون الدهب الفاتح. بعد كده بتطلعيها على منادي المطبخ. اهي بتتقصر. ونشفها وبمقرمشها. دلوقتي في المرحلة دي اول ما بتطلعيها وهي سخنة بتبدأي تعملي الطعم اللي انت بتحبيه او اولادك بيحبوه. انا عملت الكزا طعم. اه دي عملتها بالملح مثلا انا حطيت عليها ملح وبقلبها عشان البطاطس هي تاخد كمية الملح اللي عايزة وتطرد الباقي. والافضل بدل ما تعمليها كده ممكن تحطيها في مصفة. وتحط فيها الملح. تحط على البطاطس ملح. وتقلبيها عشان البطاطس هي تاخد شوية الملح. شوية ملح وترمي الباقي زيادة مثلا. اه وعملت حبة بالملح والفلفل الاصمر او الفلفل الاسود. برضو لان ده طعم برضو الاولاد بيحبوه. ده هنا عملتها بالجبنة. دي بودر جبنة. جبنة بودر جيبها من عند العطار وبتتبع برضو في السوبر ماركت. وهنا انا عملتها هوبل في المصفة. اللي هو بتروح انت بمقلبها. تحطي البطاطس وتحطي عليها. اي حاجة انت عايزها بقى سواء ملح سواء فلفل الاصمر سواء شطة. اللي انت عايزها. وتعملي كده فالبطاطس هي بتاخد اللي هي عايزها وبتطرد الباقي. وكده افضل عشان ما يكونش الملح فيها زيادة. بتعملي بقى القطعيمة اللي انت حبها كلها انا عملت ملح وملح وفلفل الاصمر وجبنة وجبنة وشطة اللي هي جبنة مشتشطة اهي. حطت الجبنة وحطت الشطة وقلبتهم. ولو حابة بتعمل فراخ ممكن تجيبي برضو كيس لمرأة الفراخ بس البودر وتعمليها بنفس الطريقة. هتلع تماما كويس برضو. وبس وبكده خلصت وصفتنا.